كلام مهم جداً انت حتلاقي الناس في الوقت ده يا اما مؤجلات الاهلي احنا خلصنا خلاص موسم المنتخب وبعض الناس عايزة تخرج من قصة المنتخب وتاخدنا الحتة تانية يا حتلاقي الكلام على مؤجلات الاهلي وعواطف والكلام اللي احنا قلناه ده يا حتلاقي الكلام عن امام عشور واي حاجة تقص امام عشور لان انا يا جماعة بقول امام عشور مش مجرد لاعب يعني ايه وانتوا بتقول لا لا قصة مش كده استهداف امام عشور هو مش استهداف لاعب امام عشور استهدافه هو استهداف لفكرة نفس الفكرة اللي كان كهربا فيها ان انت هتخرج من نادي الزمالك احنا هنبطلك كرة احنا هنبقى بالراهن على فشلك وللأمانة هم شافوا ولكن ده الملعب اللي حكم رمضان صبحي عبدالله السعيد احمد فتحي عسام عشور الناس اللي كان طريقها بعد النادي الاهلي حققت ايه صف فهل انت كنادي اهلي اكتسبت قوة مضافة اه هل اكتسبت حكاية تعرف تحكيها دايما ان اللعبة خسرت ايه برا النادي الاهلي اه هو عايز يعمل ايه عايز يعمل نفس الجيب بس القصة مختلفة لان المقارنة ما بين اللي ممكن تخسره خارج النادي الاهلي واي نادي تاني هي كبيرة انما هو انت اصلا بتكسب ايه في الزمالك عشان تخسره برا الزمالك ده السؤال اللي عرفك ان المعادلة صعب جدا تقسها وعشان كده امام عشور هتلاقي كل اسبوع كده بياخد واحدة لازم ادي له واحدة الواحدة بقى الجديدة ان امام عشور ما كانش في اختيارات روي فيتوريا وان امام عشور فرد على روي فيتوريا وان امام عشور اتجامل بانه هو راح المنتخب طبعا فيه عين فنية للناس كلها ترد بس الاهم نسمع الكلام المباشر من الناس عشان نرد بوقائع وحقائق في حق لاعب من النادي الاهلي واضح جدا القصة مكملة معاه واحنا مكملين لحد ما امام عشور يفوز بكل التتوجات مع النادي الاهلي لان جمهور النادي الاهلي مش هو اللي يتعامل عليه الجيم ده ولا اعلام النادي الاهلي اللي يتعامل عليه الجيم ده نطلع نسمع الفيديو ونرجع معه محمود فتح الله المدرب بالعامل الصابق لنادي الاهلي كان فيه حديث مع ابراهيم فاي يعني صديق ابراهيم فاي على قناة اون تايم سبورت وقال معلومات يعني مهمة جدا طبعا الكلام اللي قاله فتح الله ده كلام خطير جدا وكلام بيوريكو ان نفس الكلام اللي انا بقولكو عليه بقالي فترة ان فيه تدخلات في عمل اي حد بيشتغل كلام واضح الكلام ده طبعا احنا سمعناه قبل كده وقلتوهولكو يعني بشكل كده ايه يعني متجمل ان احد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة قال لفتوريا ايه وحتاخد عبدالله السعيد مكان امام عشور في كهس الامم امام عشور كان موقفه بالنسبة لفتوريا زي وزي طرق حامد وزي وزي حسين الشحات الراجل ماخدش طرق حامد وحسين الشحات قالوله مش مش مشكلة لما عرفوا ان عبدالله السعيد هيخش القايمة مكان امام عشور كلموه قالوا لوعة النادي الاهل هزعل جمهور الاهل هقلب عليك خلاص الراجل كده قلب من شبرة انت كده جبته قعدته بتين الف دلار وقلبته من شبرة هل الرعب من الاندية وصل ان الناس المسؤولين يتدخلوا في في اختيارات المدير الفني عشان خطر جماهير النادي بعينه ما تزعلش سيبكم بقى النادي ده الاهل الزمالك مش هدي القصة طيب الناس اللي راحوا قالوا لفتوريا اه 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 ما تختارش فتوح وصبحي عشان ما تزعلش جمهور الزمالك ما رلوش كده ليه طبعا ده بيوريكم العبس اللي وبالشكل اللي بتضار بيك كرة مصرية انت جاء مدرب تخيل وفي الاخر اللي يطلع يشيل القصة مين حازم امامي اسهل واحد نشيله النجم الكبير اللي يقدر ان هو يشيله ويستحمل وان هو اسمه يستحمل ان احنا نشيله هو حازم اكيد الدخولات دي برضو خلي بالك وان هتشيله علاقة بحازم اما حكاية بصحيح اما حكاية بصحيح عارف يعني لو هي حدوتة قبل النوم هتبقى مملة لو حد كده عايز ينام وجه حد حكاله الحدوتة دي هيحس ان هي مملة وحس ان هي يعني كلها كلام مانوش اي ربط ببعض والفكرة ان احنا ندل ان روي فيتوريا كان بيجامل امام عشور اولا انت حكيت كل القصة دي عشان تغبط واحدة في الآخر ان المفترى عليه والمدعى عليه والمظلوم كابتن حازم اللي انتو بتشيلوه الليلة على فكرة لو اللي انت بتقولو ده حصل هو في المقام الاول المسؤول عنه المشرف على المنتخد لان المدير الفني اللي جابه بيجامل وبيخاف ده انا بروح معاك لما يعرف بالورست كيس سيناريو يعني انا بروح معاك لأسوأ الفرضية حمشي معاك في القصة المضحقة اللي انت قلتها وهقول ان روي فيتوريا اتفرض عليه امام عشور عشان خاطر الاهل ما يزعلش يا سيدي هروح معاك لالسيناريو ده ماينفعش بعدها تيجي تقول وادي بتشيلو حازم امام الليلة ده لو ده حصل لو ده حصل يبقى اول واحد مسؤول هو المشرف على المنتخد اللي عضو مجلس ادارة مين كان هيدخل ويكلم فيتوريا والقصة كلها كانت مع حازم امام يعني قللي بالعقل واستشهاد بقى مضحك اللي هو ايه اللي ان لو الراجل بيعمل كده ما كان اولا ان هو ياخد ما خدش فتوح عشان ما يزعلش الزمالك ده اصلا انت بتستدل بشيء يثبت ان اللي انت بتقوله في الاول هو من وحي الخيال وفتح الله قال لي انا حاسس ان يعني مثلا الثقة واستناد على كلام محمود فتح الله ان انت مثلا جايب حد اللي هو ما هو طبيعي مصلحة لاعب عنده وبيحاول يقول كلام غير منطقي فين الشاهد لده ده لو انت بتقول ان فيتوريا كان سبب قد عيعمل كده مع الزمالك وعايز تباين يعني انه هو جامد على الزمالك انما مع الاهلي ما قدرش اللي انت بتقوله ده اكبر دليل ان فيتوريا ما سمعش في الحتة دي طب تعال هو لو فيتوريا بيخاف من فكرة العضو اللي جاء قال له ان النادي الاهلي كزا انه هيطلع بيان بإعاز من حزم امام يعلم فيه استبعاد حسين الشحات وامام عشور مع طريق حامد حرف القصة كلها تحس ان انت عندك مية دليل ان القصة دي مضحكة بس اروح لحتة اهم يا جماعة هو كان فيه رغبة فعلا فعلا لعضو مجلس ادارة انه يستبعد وجود امام عشور ده العكس بقى مش انه عضو مجلس ادارة ضغط لوجود امام عشور اقولك ازاي قصة امام عشور وحسين الشحات مين عضو مجلس الادارة اللي انت بتدفع عنه اللي ودها الحتة تانية خالص وانا بأكد ومن وقتها قلت الكلام ده وانا ما بدخلش في حتة المعلومة وفلان قال الا لو نادرا فيه حاجة محتاجة اقولها عشان اقوله انه ده حصل القصة لعيبة بتلعب عندك مباراة وانت مسافر تلعب مباراة خارج الارض اللعيبة اشتكت اتقال نعمل كشف طبي نتيجته حتبان امتى كده كده انا مش هحتاج اللعيبة دي تكون معايا لان هم مش جاهزين طبيا وقتها ومش هجامر بيهم فخلاص استبعتهم مين اللي خد القصة دي وحولها البيان وحولها القصة انه هو كان هدفه هدفه المؤكد انه يضر مصلحة منتخب مصر بعدم وجود لعب مهم جدا زي امام عشور عشان يردي جمهورنا دي عشان يقول لهم افتكروا تاريخيا اننا اللي خليت امام عشور ميروحش كاس الامم الافريقية وودى الموضوع لحتة تانية خالص وطلعوا عضاء مجلس الادارة وقتها قالوا انه هو اللي عرض عليهم القصة وعرض عليهم الملف بالشكل ده هو كابتن حزم اللي انت بتدفع عنه فاللي كان واخد الصياق واخد الهدف من اللحظة الاولى انه هو امام عشور ما يكونش موجود سؤال بديهي امام عشور اللي كان موجود مع مستر روي فيتوريا في المعسكر ده وفي المباراة بتاعت التصفيات اللي امام عشور استبعد منها بعد الاصابة هو اللي هيكون عنده افضلية على عبدالله السعيد طب السؤال هو عبدالله السعيد اصلا تواجد مع روي فيتوريا امتى يعني انا رواية اللي لما تتحكي الناس تصدق عبدالله السعيد كان راجل قريب من انه هو يكون في القايمة مع روي فيتوريا ولا لعب مؤثر ولا لعب بتشوف انك انت محتاجه امتى يعني الكلام ده فهمه لو عبدالله السعيد كان موجود في التصفيات وموجود في القايمة اللي هي حصلت دي واقول انك فعلا كان عايز لقسامة يستبعده انما اصلا عبدالله السعيد مش موجود يعني باهمية اللعب الفنية لنفس المدرب مش موجودة بالقصة المنطقية لقومة اللعب الفنية مش موجودة بالاحداث نفسها اللي تدل المدير الفني ده بيتعامل مش موجودة بتأثير اعضاء مجلس الادارة على فيتوريا لو انت هتروح لحد هتروح للقصة بتاعت عضو مجلس الادارة اللي كان عايز امام عشور ما يكونش موجود في امام افريقيا يبقى انا سيب كل المعطيات المنطقية دي واشتري الرواية اللي بيحكيها ميدو لا طبعا والحقيقة كمان يعني هو ليه محطوط عبدالله قدام امام هو ليه دايما يا جماعة الناس وهي بتتكلم بتظن ان ما ينفعش الادنين يتواجدوا في قائمة واحدة يعني انا مش قادر استوعابها بصراحة ليه تحديدا عبدالله قدام امام عبدالله استبعد عشان اللي جاي مكانه امام عشور ليه هو خط الوسط محتاج لعب واحد فقط لغير في الخط كله كان فين احمد نبيل كوكا هو موجود كان فين محمود حمادة كان فين محمد النني كان فين حمدي فتحي ليه عبدالله السعيد ما دخلش على واحد من دول طيب مع كامل احترام وتأديل الكل الاسماء دي عبدالله السعيد يقدر يطيح بحمد فتحي خارج المنتخب قطعا لا قطعا لا انني برغم ممكن التعليقات اللي حصلت عليه برضو في الفترة الاخيرة هو متواجد مع روي بيتوريا احمد نبيل كوكا جاه بعد اداء في كأس العالم الاندايا تم الاختيار كنت ممكن اتفهم اتفهم والله ان كوكا جاء قلب الموازين والاتفاق اللي تم بالروي بيتوريا وحازي امام مع عبدالله السعيد بالعودة من الاعتزال اللعب الدولي وتعال انضم في القائمة المبدئية ولكن احمد نبيل كوكا جاء قلب موازين الراجل للمستوى اللي ظهر عليه في كأس عامل الدي لكن حتى احمد نبيل كوكا ما سافرش مع المنتقب واصيب طب ما جبتش ليه بقى عبدالله السعيد لا انا رحت جبت مهند لاشين طب انا الان من جمهيري النادي الاهلي على امام عشور بس مش الان من جمهيري النادي الاهلي على الحسين الشحات مش الان من جمهيري النادي الاهلي على ياسر ابراهيم اللي مصر كلها تكلمت عنه وما كانش هيسافر مع الفرقة لولا اصابة لعب اسامة جلال لعب المنتخب ونادي بيرامنز فليه حاطت دايما عبدالله قدام امام انا مش فاهمها ليه ميدو والاعلام اللي هنتناوله امام وعلى رؤية فوتوريا نجحت والرواية هنفترض ان ده جدل هنحصل وهقولك اذكر لي افضل خمس لعبين مصريين شاركوا في امم افريقيا البطولة الاخيرة اللي احنا لا راضين على اداء ولا راضين على النتيجة اذكر لي خمس لعب هل هتستبعد اسم امام عشور مستحيل مهما كان يقولك مهما كنت جاحت ظالم مش هتحط مش هتستبعد امام عشور برا الخمسة عارف انت لما كنت جاي على امام عشور قوي وظالم امام عشور قوي هتحطه الخامس لكن هو حرفيا من وجهة نظري بيأتي بعد مصطفى محمد في القيمة الفنية اللي قدموها للمنتخب لان لا نغفل دور مصطفى محمد في التهديف وهداف وتالت هدافي البطولة وبالتالي مصطفى محمد قدم اداء متميز جدا يلي امام عشور وممكن تحط بقى ترزيجيه في بعض المباريات ممكن تحط مرموش في المباريات زي مباريات غانا تحط حمدي فتحي في بعض المباريات ما دون ذلك مروان عطيها الفترة اللي لاعب فيها ما دون ذلك فيه تحفظات على كل المستوى اللي موجود في الفريق بمن فيهم لعيب الآلي بالمناسبة يعني القصة مش قائلة وزمالك لكن انت بتتكلم بشكل فن النقطة التانية عرف انت الاسكوت هو ده اللي ميدو عايز يعمله ميدو عايز يطلع النادي الآلي انه بيضغط من اجل اللاعبين برواية وهمية حتى لو يحط رواية على لسان احدهم والناس تبدأ تسمع وتقول وتصدق لان الناس دايما دايما بتروح لسكة ان انا عايز اصدق اللي انا عايزه يحصل يعني انا عندي مشكلة مع امام عشور كجميلة انا عايز اصدق اي حاجة واش عن امام عشور فاي كلمة تقولها لي انا مصدق طيب فاتوح وصبحي ضغط احمد سليمان باعترافه ولما جيب لك تصريح باعتراف عضو مجلس دارة ما ينفعش تقول لي اصلي فاتح الله كان بيقوله وغيره كان بيقول لا كابتن احمد سليمان طلع في احد البرامج اللي بيطلع فيها المتعاقد معها وقلبه منطل وضوح ضغطنا من اجل استبعاد فاتوح وصبحي ولكن ريوفيتوريا رفت ضغطت من خلال مين يعني انت كده فكر ممكن كابتن احمد سليمان يكلم مين في اتحاد كرة القدم المصري من اجل الضغط على ريوفيتوريا ممكن احمد سليمان يكلم مين مع الاستاذ عمر الادم بحيث ان ريوفيتوريا يكون حلقة وصل ما بين نادي الزمالك ونادي سبورتنج بسبب مشكلة شيكابالا مين اللي ممكن اصلا يكون حلقة الوصل غير المرشف العام سيبوا بقى لا اهلاوي ولا زمالكاوي ولا حازمهم سين المرشف العام على المنتخب سين هو اللي جايب ريوفيتوريا سين هو اللي كان مفوض من قبل اتحاد كرة القدم سين هو اللي وقع العقود مع ريوفيتوريا انا ابقى راجل بتدعي وراجل سازج لو طلعت قلت اسم تاني غير سين ده في القصة دي فما ينفعش يا ميدو تكون في نفس التوقيت بتقول ان فيه ضغط حصل على المنتخب وانت بتبرق سين اللي هو مسؤول على المنتخب تناقض واضح جدا تناقض بعيد حتى عن الامور الفنية طيب هل ريوفي اهلي عم امام عشور ده الجامل يعني الاهلي كان بيضغط عشان يتجامل فنيا انا والاهلي ضغط عشان يتجامل يبقى الاهلي اكتر حد حريصة على مصلحة الكرة المصرية واستمنظومة كلها مش فاهمة حاجة لا بس ممكن الكلام ده يختلف معا كابتن احمد حسان ميدو اللي ممكن يكون عنده رأي فيه امام عشور كلاعب فني الحقيقة راح منتخب مصر بالضغوط الجاملية وضغوط النادي الاهلي على سين بس سين ده مش حازم امام نشوف رأي كابتن احمد حسان ميدو في امام عشور ايه ونرجع نعاق احنا اقولك بصراحة احنا عندنا مصيبة في نص الملعب انا ده اسوأ نص ملعب شفته في طريق مصر بجد يعني انا بتحصر بشوف مثلا ان في وقت من الوقت عندنا شوقي وحسان غالي واحمد حسن طبعا انت امليهم كلهم في نص الملعب ورامزي لما كان بيلعب على الدايرة وحسني طبعا عبدالابو وكل الناس دي ودلوقتي بلاقي ان احنا بنشحة لعيب نص ملعب نمر 8 لو امام عشور حصل له حاجة مش لقيين حد ان هو ان هو يلعب فده برضو احنا عندنا مشكلة في التأسيس بتاع اللعيبة غتن احمد اللقاء ده بعد امام افريقيا بالمناسبة وقبل ما يحكي رواية محمود فتح الله تخيل بيقول على نص ملعب منتخب مصر ده اسوأ نص ملعب في تاريخ منتخب مصر والحقيقة قال لعيبة في وسط الملعب الحقيقة لعيبة فتاح كابتن احمد حسن كابتن حسن عبدالربو كابتن محمد شاوي تكلم عن نص ملعب قوي جدا بالفعل وده كان واضح من 2006 ل2010 وبنشحة لعيبة نص ملعب تاني بنشحة لعيبة نص ملعب وقال احنا عندنا مصيبة في نص الملعب انت لو شلت امام عشور ما بتلاقيش لعب تقدر تشتغل به رقم 8 هل ده يليك بمنتخب مصر طب خليك بقى تسمع بقى فيديو ميدو الاولاني وفيديو ميدو التاني ايه بقى ايه ليه كان بتقال عليه فيكتوريا في الاولاني اصلا يعني وهو اسمه ريب فيكتوريا انا مفهمتش عتى عادة كذا مرة اسمع كذا مرة مش فيكتوريا كابتن ميدو مش فيكتوريا يعني مش فيكتوريا معرفش مش عارف فالحقيقة كانت ماشي خلينا في مرحلة فيكتوريا انا دلوقتي في مرحلة امام عشور يابني فيكتوريا غير فيكتوريا ما هو إلي قال فيكتوريا؟ فيكتوريا غير فيكتوريا ده واحد ففيكتوريا مقتنع موه ده فيديو احب و فهقول ده إمام عشور لو شلته احنا في مصيبة مفترض المفترض لو انت صدقت رواية الضغط على روي فيتوريا فتروح تشكر اللي ضغط على روي فيتوريا شكرا يا عم والله ده احنا كنا حرفيا بنشهد وسط ملعب لما جاء امام عشور كلام يا جماعة غير منطقي بالمرة وكلام غير عقلاني وغير موضوعي وكلام الحياة سخرية احنا عاديين في حالة من حالات السخرية والله انا ما عندي مبرر غير ان اللي كان مقتنع وشايف امكانيات فنية والوحيد اللي في وسط ملعب مصر مهم ده روي فيتوريا اللي ميدو بيتكلم عليه انما اللي الضغط عليه ده روي فيتوريا فاكيد فعلا ميدو يعني التبرير الوحيد ليه في الكلام اللي بيقوله دن ده واحد وده واحد طيب تعالوا بقى نسمع يعني اللي هو اساس الرواية نفسها محمود فتح الله لانا عندي رد هنا يعني هيخلينا نقيم الامور في نصابها لما نسمع محمود فتح الله بيقول ايه عن وقعة استبعاد عبدالله السعيد وانضمام امام عشور نسمع ونرجع طول على الفكرة انا لو هنصحك انت مدرب كبير يعني ما نفعش انا هنصحك بس لو هنصحك عايز تنجح ما تسمعش سوشال ميديا ولا اعلام اللي في دماغك يعمله اللي انت شايفه وصح يعمله عشان لما تيجي تحاسب على فطورتك يعني تحاسب على اللي انت عمد دي كويس ماتش تونس خسرنا المعسكر اللي بعد ماتش تونس اللعبنا ماتشين وديين اول ماتش زنبيا اعتقد يعني لو انا غلطان صحح بعد زنبيا باربعة ايام الجزائر طب يعني ماتش الجزائر هو الماتش بتاعي هو الاساسي هلعب التشكيل الاساسي طب ماشا لعب زنبيا لتشكيل الاساسي ها ولعب جزائر متشكيل الاساسي وده معناه ان هو اتضغط بعد اخسارة تونس ها واسمع للناس والناس كتير هجمته ها فاتضغط فعمل حاجات آآ مش مضبوطة بعد كده في في البطولة اللي انا البعلومة اللي عندي مليون في المية ها ان عبدالله سعيد مسلا كان في البطولة. ماشي. كان هو قبل الاختيارات بيوم. اه. قبل الاعلان بشكل دي رسمي. عبدالله سعيد كان في اختياراته وعايز ياخده البطولة. حصل. واتقال له انه لأ يعني ما ببايش. اشان كان رحسب حد تاني فتقال له ببايش وكي طيب. تقال له ببايش. فانت انا جايب مدرب اجنبه على فكرة عشان ما يسمعش. عشان يعمل اللي في دماغه ويعمل فكره. فلو هتيجي مدرب هيسمع للضغوط والاعلام وسوش الميديا. معه ما يجيبش. بص يا جماعة خلينا بقى يعني نجيب الخلاصة في الموضوع ده. روية فيتوريا اللي بيقول لحد قبله البطولة بيوم كان عبدالله سعيد موجود. روية فيتوريا اصلا يوم تلاتين ديسمبر طلع في المؤتمر الصحفي تكلم عن عبدالله سعيد. وقال ان عبدالله سعيد اردت ان انا منحه فرصة على مستوات جيد بانه هو يكون قدامه الباب انه موجود في القايمة المبدئية. ولكن عند اختيار القايمة النهائية انا حرصت ان يكون العناصر الافضل واللي هتخدم مصلحة المنتخب وفقا للكفاءة الفنية هي دي اللي طبيعي يكون موجودة وان انا مدرب عمري مع خالف ضميري ومصلحتي الشخصية حتى في اختيار اللي عامي. الناس اصلا بتتجاهل ان فيتوريا نفسه لما تسأل ان ترجعت عبدالله السعيد من الاعتزال وضميته. الراجل حب يا جماعة من الاخر كده يقول يعني انا جماعة عملت حاجة لفتة تكريمية يعني لاعب عنده مستوى يعني جيد في المصابقات المحلية. فحبيت ان انا اديله امل ان انا شايفك ان انت لعب جيد وشايفك ان انت لعب كويس. وحطتك في قايمة مبدئية كانت بتقرب من الخمسين لاعب. ولكن عند اختيار القايمة النهائية فيه لاعبة كتير جدا اكفأ منك. وانا بشوف ان كان من الخطأ. واللي خلى الناس تقول كده ان روي فيتوريا حاول يعني ان هو يمنح عبدالله السعيد شكل من اشكال التكريم المعنوي. بان هو حط اسمه دمي من القايمة المبدئية. فتحول الموضوع وكبر الموضوع لدرجة ان عبدالله السعيد كان حيروح على حساب امام عشور. وهذه الاطرحات يعني المضحكة والكوميدية. واللي عايز اقوله اكتر فيه يا جماعة عبس فني بيتقال. يعني ايه الراجل اصلا ما بيلعبش بمركز عشر. اصلا روي فيتوريا ما بيلعبش برقم عشر. روي فيتوريا اصلا عبدالله السعيد ما عداش معاه على قيمة المنتخف في اي معسكر. عبدالله السعيد اخر مباراة لعبها مع المنتخب كانت في فبراير عشرية اتنين وعشرين. انتو مستوعبين? يعني ماضي صحيق. يعني من ايام كده الزمن الجميل. زمن المنتخب الجميل وزمن الفن الجميل. عبدالله السعيد من كلاسيكيات المنتخب. الحاجات بتاعت زمان دي الحلوة. فالراجل اصلا يعني داخل على السنتين معداش على المنتخب. فالراجل حب وحس انه لما يحط قيمة اسامة فيها العدد الكبير ده من اللعيبة. ويبقى عبدالله السعيد حتى مش موجود فيها. فهي للاعب ليه سنه وليه خبرات. فحط اسمه من ضمن اللاعبين. فتحول الموضوع لمحاكمة رغم ان فيه تصريح مباشر للراجل. انت ما تصدقش الراجل. وصدق ان امام عشور اللي كان موجود في المعسكر الاخير. واللي كان مسافر يلعب المباراة بره وبعد صدته تم استبعاده. ده كان هيخرج خالص عشان يجي عبدالله السعيد اللي ملعبش من 22-22 مع المنتخب. هتجي الناس بتقول حاجة مع عبدالله السعيد بيلعب رقم تمانية. انا والله ازعلت للامانة. وسامة بتكلم وانه حط عبدالله السعيد مع فتح في جملة واحدة. يعني احنا يا جماعة الموضوع صعب. عبدالله السعيد لو هتتكلم عليه عشرة ممكن اتقبله. راجل في سنه ده ممكن ينزل خمس دقايق عشر دقايق. يعني هو بيلعب على الواقف يقلب المباراة واللي حاجة بتمريرة ببسط. ممكن اتقبل ده. انه مع عبدالله السعيد مع امام عشور بالورك ريت بتاعه. مع حمدي فتحي والورك ريت بتاعه. مع كوكا مع ايه. هو هو المفترض. ايه عمد انا هكو حلو. والله هكو حلو من المقارنة. يعني صعب جدا يعني. لا صعب جدا. تمانية ايه اللي بنتكلم فيها. احنا اختلقنا سيناريو. وقلفنا حاجة. ووصلنا لمرحلة ان احنا بنتكلم عن عبدالله السعيد في السن ده. عارف ليه. في مركز تمانية في اختيارات. الرجل حب يكرمه يا عمد. لا لا عشان احنا المفترض نسأل سؤال تاني صح. يلا بيه. ده السؤال اللي المفترض يتسئل. هو مين اللي ضغط على رويو فيتوريا عشان يعيد عبدالله السعيد من الاعتزال الدولي. انا دلوقتي كمدير فني لمنتخب مصر. عندي لعب بيلعب تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين سنة. يعني لعب خبرة وكل حاجة. ولكن انا جاي على قيمة. المفترض ان انا حتى تصريحات رويو فيتوريا النهاردة. وبيعقب بعض التعاقبات كده مع الاتحاد المصر للكرة القدم. هي فكرة ان انا قسرت المباراة واحدة ورحلت. وانا كنت المفترض بعمل فريق ومنتخب لالفين ستة وعشرين. طب اللي بيعمل لالفين ستة وعشرين. هيروح رجع لعب من الاعتزال الدولي في السن. يعني صعب جدا ان انت تعد لجيل جديد. هو عبدالله السعيد. ده سؤال. مين بقى اللي ضغط على رويو فيتوريا. تعالى نعيد عبدالله السعيد للأضواء مرة تانية. واسباب ان هو يرجع للأضواء مرة تانية. خاصة وان حصل انتقال في يناير. ما انا انا اسأل بقى السؤال ده. ازاي انت رجعت دلوقتي عبدالله السعيد من اللعب الدولي وحطته في القيمة المبدئية. رقم واحد. اللي ضغط ده. هل هو شايف ان عبدالله السعيد بالنسبة لرويو فيتوريا. اهم من طرق حامد بالنسبة لرويو فيتوريا. مع عبدالله السعيد ما انضمش فيها معسكر مع رويو فيتوريا. طرق حامد الاخر معسكر اللي حصلت فيه الازمة كان مع رويو فيتوريا. طب ليه ما اتضغطش على طرق حامد وتاريخه معروف مع منتخب مصر. ان يعني يسنيه عن فكرة احتزالوا اللعب الدولي. مين بقى اللي بيدغط يا جماعة هنا? لان الامور الفنية بتقول ان امام عشور ده يتحط في وسط الملعب وتكمل عليه عناصر المنتخب. ده مش احنا اللي بنقول. ده الصحف الاجنبية اللي بتقول. المواقع العالمية اللي بتقول. حتى نجوم المنتخبات اللي لابت قدامنا قالت. يعني نجم كاف فردي لما طلع اتكلم قال لك انا شغلني رقم تمانية في المنتخب. بيتحدث عن امام عشور. فالطبيعي ان احنا لما نسأل بقى الاسئلة في الاعلام. وعايزين نروح لسك الضغط. نروح للسؤال الصح. مين ضغط على روي فيتوريا? عشان عبدالله السعيد يعني يرجع من اعتزال اللعب الدولي ويدخل القايمة المبدئية. ليه? ليه اصلا? مش ليه امام عشور داخل المنتخب. لان اللي يسأل يقول ليه امام عشور داخل المنتخب هو اللي مش متابعة كورة اصلا. ومش عارف هي شكلها ايه ولا لا قصتها ايه? ده زكاين ميد وهو بيردد بيردد قصة الضغط على الاروي فيتوريا. قالك ده امام عشور لو شال موسط ملعب منتخب مصر. فيه مصيبة في تحصل. طب مين بقى اللي بدأ القصة دي? ومين اللي بدأ الحوار ده? اللي بدأ تنقله البعض. ما فيش غيره. احنا روحنا لكابتن متحة شالبي في البداية. هنروح لرفيقه في قصة امام عشور. وهو مهيب عبدالهادي. هو اللي اختلق قصة امام عشور مع مراسله. عشان كده بقت القصة سهلة. ما انا قلت لك ايه? هم عايزين يصدقوا ده. لان هم هدفهم زي ما فارس قال ميل بداية خالص. القصة مش امام عشور. هي فكرة انتقال لاعب من الزمالك للنادي الاعلي. فيستشعر ان هو ارتق من حيث البطولات. الانجازات. المجد. الشهرة. كل شيء. فاحنا عايزين نكسر دي. وعايزين نحارب دي. ما نفعتش مع كهربة. قال لك اصلوا ابن النادي الاعلي. فلو نفعت مع امام عشور. هيلاقوا اللي عنده زي ما كانوا قلقانين. وهي دي القصة. هي دي المشكلة.